ملامح مصرية جداً وسعيدي بحج وحجيج زي ما بيقولوا وتشوفوا كمان على المسرح تقول وكأنه تارلي أو من عائلة تارلي تشابلين يعني إزاي يقدر يعمل ده وبيلعب بكل عضلات ويشه فيغير شكله تماماً لكن في الستوديو معايا هنا معرفتوش تصورته بالجلباب السعيدي ولكن برضو فرصة أن احنا نعرف هذه القدرات أنا كنت متصورة وأنه هو ابن فنون مصرحية اتضح أنه هو ابن مصرح كلية تجارة كلية تجارة دي في مصر طلعت فنانين يامع يعني مفروض تنضم أصلاً إلى مسارح الدولة لقاء مع الفنان محمد فهيم بعد تقلقه في دراما رمضان ومسلسل عملة ندرة سعيدي بحج وحجيجي يا بوي مساء الخير مساء نور وأهلاً بحضرتك ومتشكر جداً للكلام الجميل وأنا سعيد باللقاء معاك فعلاً أكيد أنت منورنا دورك في عملة ندرة أولاً طالع رومانسي طيب الحق والمستحق يعني وسعيدي أنت أصلاً سعيدي؟ لا يعني ما لمحك من على الوش كده ليس من قالسة يعني في أول الجيزة الحاجات اللي هي دي لأ ده أنت على الوش خالص حدانة يعني حدانة هنا دورك في عملة ندرة السندي لأنه أنت طالع عامل برضو الدور المنصف شوية لنيلي كريم يعني الدور الحق لحد ما يعني هو يعني بيحاول يدور على الحق ولكن كان ضعيف برضو يعني مش قادر يغير هو عايز يغير بس مش عارف ففي النهاية استسلم للأمر للواقع وكان تصرف سلبياً لحد أنا ما شفتك في الحلقات كنت قوي ما شوف بقى الباقي بقى إيه اللي هيحصل طيب أنت محمد يعني لما شفتنا كده لقطت على تشارلي جابلين حسيت أنك ابن المسرح الشرعي فكلمي عن حكايتك مع المسرح أنا بحب المسرح قوي يعني المسرح والجمهور الجمهور ده روحي أنا بتنفس الجمهور فعلاً فالبدايات خالص كانت في مسرح تجارة القاهرة في 2001 وطلعت واشتغلت أنت غوي تمثيل أصلاً من وإنت صوائر يعني لأ ممكن شعرف يعني أنا ممكن شعرف أنا ما دخلت الكلية بس يعني أنا حتى لما دخلت مسرح تجارة أصحابي هم اللي زقوني يقول لي فهم أنت معنا بتعمل إيه ما تطلع المسرح فوق أنت هين فعتبقى بتعمل كده يعني فلما طلعت واشتركت وقدمت الحمد لله العروض اللي اشتركت فيها كنت بقى أخذ أحسن مسرح في الجمعة وبعد كده بدأت بقى من أول يوم أنا عايز أكون مختلف عايز أعمل حاجة فبدأت أخذ ورش في كل الحاجات تمثيل ورأس وغنى فما فيش ورشة تقريباً في الفترة دي من 2001 لحد 2007 ما دخلتهاش عشان يعني تبقى الموهبة كاملة عندك أنا بحب وأنا بحب تشارلي جداً وشايفه نموذج يعني للفن إزاي تم اختيارك في التشارلي؟ لا هو أنا اللي اخترتهم الموضوع حصل بالعكس يعني هو كان حلم شخصي وأنا بسعي له وبجهز له ما عارفش هقدمه إمتى فلما كلمني صديقي أحمد البوهي وهو كان معنا في جامعة القهيرة برضو بس هو كان تخطيط عمراني وكان بيخرج هناك وبيمثل برضو وسافر وبعك يا رجع عايز يرجع للفن فقالنا يا فاهيماً عايز أخرج مصرحية ميوزيكال قلت له أنا عندي المشروع والحلم شارلي شابلين من يومها بقى خلاص كلنا اتجننا وعملنا معسكر حوالي 8 شهور عاديين بنعمل بحث عن شارلي بنجيب كل الدايتا والوصائق اللي موجودة عنه من غير ما تعرفوا مين شركة الانتاج وهتروحوا فين كذا انتم بتشتغلوا لوحدكم آه بنشغل لوحدنا وعندنا يقين انه هيحصل خلاص هي الالتاقة حضرت وبعدين لو فكرة أنا أحضر نفسي أحضر مشروعي دي سورة شارلي شابلين يعني كلمني عن سورة دي والله وحشني آه يعني دي سورة انت حضرت انت عارف طبعا هو انجليزي الأصل يعني آه طبعا انت حضرت السور بقى الأول يعني دخلت الشخصية اشتغلت وزاي ما بشتغل اي شخصية واجأ عاملها يعني أنا بحب أبحث عن الشخصية وبذكرها نفسيا وكل حاجة وبذكر التشريح الجسماني بتاعها عشان أبدأ أتحول جسم يتحول واحدة واحدة لتشرح الجسماني بتاعها شخصية شارلي أو أي شخصية بنفذها يعني فبدأت أشتغل مع عامر باتريك اللي هو كان مصوم الاستعراضات على التدريبات الخاصة ازاي جسم يتحول وإيه العضلات اللي أنا محتاجة أثبتها وعشان الفرين بتاع الجسم يتغير ويبقى شبه الحركة اللي هتعاملها مثلا وانت بتأدي شارلي شارلي يبقى وهو واقف عادي شبهه من غير المعام الحركة ازاي الصورة كده ازاي الصورة بالزبط وتكلمت مع المكيير برضو الأستاذ عمر عبدالله ايه اللي أغيره في ملامح وشي يعني هنا مثلا انت عملت ايه غيرت ايه مثلا يعني هنا كمان المكيير الشنب الطريقة الشعر النظرة نفسها بتاعته النظرة دي بتبقى المذاكرة النفسية للشخصية لأن بتخرج الطاقة دي من العين فهنا بيتحول بين قدم وتقطق كلها بتتغير حدريك لو متضايقة شوية ودخل على ناس هيقولك أنت متغيرة صح رغم أن هو هو ما غيرتش حاجة في مكيير صح الأحساس فالأحساس نفسه بتغير فهنا كان فيه شوية حاجات مثلا أن حواجبي كانت قريبة شوية من بعض فلازم هما كانوا فاتحين شوية عند شارلي ولازم يبقى الحواجب سطحية شوية عاملة كده مش مرسومة كده فكنت طلوقت تبقى عناية عاملة كده عشان أحافظ على ده مع الوش مع الرسمة مع نبرة الصوت اللي بتتغير ووضح شهور طويلة شهور طويلة أنا أنا يعني هنا دي صورتك مثلا وده شارلي وهنا كده الناس كمان هتفهم قد إيه الممثل بيحصل له تقمص وتغير في الشكل هي مدارس يعني هما لو شافوا الشكل ده والشخصيات بقى اللي عملتها في حياتي مش شارلي بس هيعرفوا أن أنا بتغير كلين حتى فيزيكا الجسمي يعني حتى وإحنا كنا بنشوف الفيديو اللي قبل كده اللي فيه شطس من الجماعة وشطس من عملة نادرة أنت مختلف برضو يعني في الجماعة مختلف تماما عن ما أنت موجود في عملة نادرة هو هي مدارس زي ما قلت لحضرتك أنا بحب المنهج يمكن الأكاديميين يعرفوه بقى اللي هو منهج السنسلافيسكي والمطور للمنهج ده منهج السراسبرج طبعا ده بيشتغل على علم النفس رقم واحد وعلى أن البني آدم الممثل يتحول كله تماما وتقطه تتغير وهو نفسه ما يبقاش موجود وتبقى حضرة للشخصية التانية بحيث أن الشخصية تبقى قدامك حقيقية وعلى الفطرة طبعيا أنا حاسة أنك عمرك ما هتعمل دور سهل أنت بتميل للأدوار اللي فيها شوء يعني أنت هنا ده عملة نادرة فأنت هنا عملة نادرة يعني برضو أب قاسي ظالم اللوكيشن ده كان مبني ده ديكور كله النجع كله ديكور النجع كله ديكور كان فين في أني منطقة في منطقة الحزام الأخضر في أكتوبر بس كمان في مشاهد للنيل سفرنا بقى ساعتها دي سفرته فعلا سفرنا للأقصر والأقصر والأقنة طيب وأنا بسألك هنا على عملة نادرة كمان وإحنا بنحضر للشخصية بنى النجعة والتحضير للمكان بيغير كمان من الإنسان يعني أنا عارفة أنه في ممثلين ما بيقدرش يلبس الشخصية إلا لما يلبس لبسها ويعيش ويخش اللوكيشن فينفصل عن الشخص الحقيقي طبعا هي بتبقى مساعدة في شكل كبير وفي اللحظة دي طبعا أنا بشكر شركة العدل جروب أنه هم ما بخلوش على العمل هم بانوا مدينة كاملة عشان يصوروا العمل ده وعشان المشاهد يبقى شايف شكل جديد النهاردة الجمهور بقى حافظ الدكورات والأماكن اللي في المدينة والأماكن اللي في الشوارع صحيح فالنهاردة هم كانوا حرصين أن هم يقدموا كوالتي بأن يعملوا شكل جديد الجمهور يشوفوا والحياة كانت مؤثرة جدا جدا يعني كان بيشد الناس أن هي تتفرج يعني طب تعالي نشوف مشهد من عملة نادرة ونرجع نكمل كلامنا نتابع مع حضراتكم بتخليف إن شاء الله عشرين عائل ديه رزق هنمنع رزق ربنا ولا إيه هزعلنا على روحي مش على ولادة يوسف ربنا وابيعملش حاجة عيفش مدام ردين بنصبنا منه بيقى حيعوضنا خير جل لي صح بيكت فين عركل وانت مطرح ما كنت تسأل ليه بس لي مش عوايدك يعني تاخد الأمور بالراحة وتتفلسف كمان تعتخربت في الكلام الليه أنا الغلطانة نسبتك تشتغل وتنزل وسط الناس كل ديه عشان سألت وانت عندي شيخ المنزلاوي وإيه اللي فكرك به شيخي وأستاذي كنت عايزة أسأله شوية أسئلة يعني سايب الولادة وأبوك اللي جلبه هيجفم الفرحة والناس اللي رايحة وجاية دي وطلع الجبل تدور على الإجابات لأسألة وجوداية والدة حد الجبار اوه أنا حر مش كفاية متحمل المتحمل لو حطت بلغف خشب وساكت كده يا علام سعيدي جاملت دورك هنا أولا مريم الخشت من حقيقة من الممثلات الجميلات وموهوبة دورك هنا في السعيدي يعني أولا أنا كان عجبني كمان في الدور أنك رفضت تتجاوز على مراتك يعني أنه أنت شايف أنه مش كل يعني برضو فكرة العمل اللي هو مش كل الصعيدة يعني فيه برضو الرومانسية فيه اللطفة فيه الناس اللي لأ يعني مش لازم أنا أتجاوز مرات أخوي هو يعني من الحاجات اللي أنا حبيتها جدا في الشخصية بتاعت علاقه وأنا بقرأ على الورق أنه هو بني آدم ومقدمي للصعيد بشكل جديد ومختلف هو بني آدم حقيقي يعني كلما بشوف ولا بفتكر علاق أنا بحسني أنا بشيري الهم تاني لأنه هو كان شايل الهم في الوقت مهموم عايزي غير وقع ومش قادر مش عايزي بقى معالدات والتقاليد تاعت الصعيد عفوا أنا كنت بحب المكان دا قوي دا ايه المكان اللي كان فوق دا نفس في النجاح برضو عزية بس أنت حضرك مش عارف هتكره الشخصية بتاعت علاقه لأن البني آدم اللي هتفرج على علاقه مش عارف يكرهه لأنه هيشوف نفسه هيشوف الصراع الداخلي اللي جواه دايماً ما بين عايز غير حاجة ومش قادر وما بين إنه بيحب وفي نفس الوقت بيجروا الرغبات والهوى صحيح فبيديروا العذر حاجات كتير قوي سرعات كلها جواه فالنهار دا ما حدش هيعرف يكرهها علاقه لأنه هيشوف نفسه والبني آدم مش هيكره نفسه طيب بابا إنك بتذكر كويس عشان الشخصية الصعيدة كمان اتعاملت كتير ودلوقتي بقى إنا بنحب كل اللي بيضيف ليها بأبعاد جديدة بيضيف عمق لأنه الصعيدة ورده يعني جزء أصيل في مصر صح فأنت روحت يعني درست إيه في جديد أولا ما لمحك المصرية مساعدتك في الأول يعني مساعدتك جدا في الدور دا هو يعني كان الأول شخصية زي دي صعيدي ما روحش لمنطقة إنه هو يبقى صوت وجهوري وحاجات لي لا لأنه طالع حنين ولمانسي وبيحب كان لازم أختار بصمة صوت حنينة مثلا غير لما بعمل في شارلي واحد حازم وقرار ما ينفعش يديك مساحة للمناقشة بيدي الأوردر خلاص دمما هنا علاء طيب فلازم أنت بتسمعت كوي مرتاحة ومصدقة فكان من ضمن الحاجات اللي ذكرتها هي بصمة الصوت والماشية وعنين لطول الوقت لازم ما تشوف تعرفي غلبان نهار ما يتكلم العنين اللي هي تايها يعني غلبانة كده أه الحقيقة ويمكن كل سنين كتير بتكتب شخصية سعيدي بالمشاعر العزبة دي صحيح يعني اسمحيلي أتذكر طبعا عارفها هتقول إيه والله أه والله يعني والله يعرف يعني أقلار حمر بحبه جدا وشخصية رفيع بيه في ضوء الشارد دي آخر شخصية سعيدي اتكتب لها مشاهد رومانسي وشوفنا سعيدي جوا صحيح ما بين القوة وما بين الرومانسية صح الحزم واللين والشدة والجمال وتقبلي منه كل حاجة صحيح فأنا كنت سعيد لا تنكتش علي يا أخوي خلينا نخلص أنا كنت سعيد جدا بأن أنا جايل لشخصية زي دي وبعملها ويارب بكون يعني لوكيشن بقى أخباره ايه يعني أولا ثلاث أخوات أو أخين لأن في واحد غادرنا بدري نيلي كريم نيلي كريم كتحزمة أمكو كانت صعبة جدا طبعا أختك كانت لطيفة الدكتورة يعني الكواليس كلمني عن الكواليس كانت عاملة ازاي صناعة العمل ده ما كانتش سهل عموما يعني لا ولكن هو أستاذ مندو العادل المخرج بصراحة اشتغل بأصول الصناعة بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا عملنا حوالي شهر وأكتر بروفات ترابيزة قبل التصوير وده مهم قوي وده حضرتك أو المشاهد يشوفوا في العمل أن في كيميا والممثلين دايبين مع بعض وقريبين من بعض صح وكلنا اشتغلنا على أن كل واحد هيقدم أحسن حاجة عنده فده كان مريح أو في لوكيشن وكلنا كان لوكيشن هادي كله مركز في التمثيل بنساعد بعض الحقيقة كان لو أنا هفتكر في الزكرات بتاعتي أستاذ جمال حمدين كان أخباره إيه معاكم؟ جمال سليمان سليمان أخبار أستاذ جمال سليمان لا هو ممثل عظيم طاقة فنية هيلة بتاع مصرح طبعا فكان فيه ألفة يعني كنت أحبه صح مصقف جدا وكانت السمة الغالبة على الكل أن الكل بيساعد الكل والكل حريص على الكل أكيد هو ده العمل الجماعي وهو ده النجاح الجماعي اسمح لي ناخد فاصل بعد الفاصل أنا هبقى حاب أسأل جدا محمد فهيم لأنه أنا حاسة أنه هو مش بس بيمثل هو بيدرس كويس قوي حيطلع إزاي لحضراتكم وحيقدم الشخصية إزاي وبقايد أداء هحاول كده أشوف تشالي تشابلين في التسعة ممكن يتصرف إزاي فاصل قصير أنا ببقى سعيدة لما قابل الفنانين بيحملوا أدوار مختلفة مش لازم يكون هو الاسم الأول في العمل لكن كفاية أنه هو يكون كل عمل بيعمله بيخلق منه اسم أول صح أو لا؟ إنك بتكتهد قوي إنك تعمل حاجة كويسة الحمد لله الإتقام بقى في اللهجة السعادية مش سهلة اللهجة السعادية يعني إحنا ممكن نقول كلمة كلمتين يا أبوي حداي لكن هم كمان لهجات لهجات السعيد لهجات آه لهجات أنت كنتم تشتغلوا على أني لهجة فين أنا أنا جينا بقى جينا كان معنا أستاذ عبدالنابي الهواري مساحة حال لهجة برضو اشتغل معنا من بروفت التربيزة واشتغل كمان بشكل خاص لكل ممثل غير الشكل الجماعي وكان معنا في اللوكيشن بيعدي على كل واحد في قطه قولي بصراحة كانت صعبة؟ آه ايه أصعب حاجة يعني في التراكيب كانت بالنسبة لك اتضربت عليها كتير آه لا أنا كنت بتكلم بها وره اللوكيشن كمان وفي بيتنا طب كمل كده قولي إيه الحوار يعني للحاجات اللي احنا هي صعوبتها هي تهيقل لنا أن هي سهلة بصوية صعبة لا هي صعوبتها أن هي تبقى طلعة طبيعية تبقاش طلعة مستنعة لأن عامل زي اللي بيتكلم عرب مكسر كده ما نفعش هتعرفي أنه هو ده عرب مكسر فاللهجة برضو لازم أهلنا في الصعيد يحسوا أنه إحنا بنتكلم شبههم آه أن أنت مش جاي خواجة لا يعني وإحنا في إنا ولبست ونزل الأصور نزلت اتمشيت بدري كده شوية مع نفسي يعني فهم عارفين آه ممثل بس الشكل المتغير فهمش عارفين بيحصل إيه أو مين فاتكلمت معهم بالصعيد دي أيوه عشان تشوف آه قالولي واه انت من عندنا ترموا أما ليه فرحوا بقى جدا أيوه أنت بتمارس بقى آه فرحوا أنه يمثل من عندهم في جنة بيمثل في مسلسل آه أوكي فأنا اتبسطت أنه هم صدقوني في اللهجة صدقوا فهنا عرفت أن أنا ماشي كويس أو شغال صح فمش سهلة خالص اللهجة دي آه عشان تزبطها كمان في عمل كامل يعني تبقى فيها من الواقعي تشالي تشابلين بقى يعني خليني برضو أرجع كده وأقول تشالي تشابلين بالنسبة لك تقمص كبير ممثل تعمل عليه أفلام كتير تعمل عليه مصرح يعني إيه الجديد؟ الجديد كنص مصري يقدم تشالي تشابلين الإنجليزي آه الجديد هي الرؤية اللي تناولنا بها يعني لما قررنا نعمل تشارلي واشتغلت أنا وإحمد البوهي وبعد كده أكلمنا دكتور مدحة العدل علشان يكتب وتحمس جدا وقال محدش أكتبها غيري وتعالي بكرة كنا لسه برضو مفيش جيها صح وبعد كده لما توصلنا للشركة كان التارجة الرقم واحد إن إحنا هنشوف تشارلي تقدم إزاي في العالم ونعمل رؤية مختلفة إيه أكتر حاجة كانت عجباك وتقدمت فين يمكن إحنا تناولنا الجانب اللي مثلا مع أمه إن أمه هي الوحي بتاعه حتى بعد مفرقته هو متعلق بها جدا وبيحبها جدا وده كان باين في مذاكراته ده جانب محدش تناوله خالص سواء في الفيلم اللي اتعمل في 92 ولا في العرض اللي اتعمل في برودوي في السنوات الأخيرة ولا في أي رؤية إحنا الحمد لله كمان أول عرض ميزكل عن شارلي شابلين في الشرق الأوسط صحيح فذكرنا كويس العالم قدم إيه وإحنا لازم نعمل بصمة جديدة حتى لما كان في زوم ميتيج استخدمتوا اللغة إيه عربية ولا لغة لغة عمية لغة عمية آه لهجة عمية عادي والحمد لله يعني في آخر ليلة عرض جاء لنا أحد أفراد أسرة شارلي ولما شافه تفرج طبعا كان معه مترجم آه الحمد لله قال لي أنت بيرفيكت شارلي آه فكانت شهادة بالنسبة لي طبعا كبيرة كبيرة الحمد لله آه السورة دي في أجواء المسرح ولا ده كان تصوير مشهد في المسرح مشهد في المسرح أنت هنا متأمل يعني لله هنا كان المفروض البطل الضد آه اللي هو إتجار هوفر بيقوم بي دكتور أيمن الشوي بحيي يعني آه المفروض إن إتجار هوفر ده آآ رئيس المخابرات الفيدرالية هناك آآ وهو كان شايف أنت شارلي خطر على المجتمع الأمريكاني آآ فمشاهدنا بيننا كتير في الحكاية دي فده كانت نظرة ببوصله يعني آآ نفس النظرة آآ فبقوله مني يا حميني غير جمهوري في الجملة دي آآ هو كان بيحب الجمهور قوي وعارف أن الجمهور هو آآ الدفاع رقم واحد لأنه كان بيعبر عن الجمهور دايما طبعا وبيحس بي قوي العمل زي تشارلي عمل مرهق يستمر داخلك يعني أنت عملت تشارلي وبعدين كنت بتصور عملة ندر آآ يعني من تشارلي لصعيدي اختلاف كبير قوي كان فيها إرهاق أنك تطلع برا الشخصية دي تدخل شخصية تانية كان إرهاق كبير جدا زهني بالنسبالي آآ الاتنين غير بعض تماما وأنا بالطريقة اللي بحب أمثل بها أن أنا ببقى بني قدم تاني وأحب أعيش وأعمل معايشة يعني كنت بقى بصور من خمسة الصبح لحد أربعة أو خمسة العصر وأجري أروح المسرح ساعة ستة قبل المسرح يب ثلاث ساعات يا دوبك أعمل لنفسي استشفى تفصل بقى إزاي إمتى يعني آآ يعني من السعيدي للشغل يعني نقلة كبيرة أو نقلة كبيرة طبعا عشان أعمل السعيدي بعض أشغل بقى وأسمع المربعات وأغني معاهم وأعمل مش عارف إيه حاجات عاملة كده وعشان أفصل وروح تشارلي ثلاث ساعات قبل العرض أنا بروح بعمل فتنس حوالي أربعين دقيقة عشان جسمي يفك وأبقى جهز اللي يستعراض وأبقى البني أدم اللي جسمه فاكك ده في أي لحظة يعمل أي حاجة وأبدأ مكياج بعدها حوالي ثلاثين دقيقة واحدة واحدة بقى وأنا قدام المراية المكياج وشي بيتغير وبيتحول فأنت بتتحول معا مع بسمع المزيكة اللي هو تشارلي نفسه عمالها وافتكر كل المزيكة كانت في إيه وأبدأ أعيش الشخصية واجهز لحد بقى ربنا يكرم ودخل على خشبة المصر حياني يعني أحلى الكلام اللي تقلق على تشارلي كان من فنانين ولا من الجمهور هو طبعا الفنانين والنقاد على راسي ولكن الجمهور حالة تانية حالة تانية أنا أول يوم ده أول يوم امتحان حسيت ده الامتحان الأول مع الجمهور أنا آه يعني الجمهور وقف وقف كتير وسقف كتير أنا ما قدرت شمسك أعصابي أنا بكيت من الفرحة الجمهور كان عامل زال طفان طفان وفي نفس الوقت أنا بقدم حلم بقاله سنين عايز أعمله فان الجمهور استقبلوا الاستقبال ده انت عارف وانت بتتكلم حسيت ان انت ممكن تعمل مين كمان مايكل جاكسون صح؟ أنا بحبه جدا يعني ممكن تعمل كمان مايكل جاكسون التكوين التفكير هو يعني الحقيقة كتير قالولي اجهز بقى مايكل وكده بس أنا بالنسبة لي مخري بتاعي قال كده كمان صح عظيمة قال قال ان انت ممكن تعمل مايكل جاكسون أنا الفن بالنسبة لي بفتح قوس بكتب تشارل شابلين وأقفل القوس بكتب مايكل جاكسون ما بينهم بجد هو الفن بالنسبة لي والله معرف يعني شخصيات مؤثرة جدا طبعا ومكافحة جدا وفضل ورا حلمهم وكانوا من العدم إلى أهم شخصيات وشخصيات لحد النهاردة ما فيش حرة في العالم ما تعرفش اسم تشارل شابلين وما تعرفش اسم مايكل جاكسون فانا بالنسبة لي دول الايقونات اللي أنا بشتغل انت عملتو كده ازاي طب لو أنا عايزة أعمل معاك كده حاجة أختم بيها التسعة ما بين ما بين إنك بتتقمص بقى وكت بتعرف تفصل ما بين شالي وما بين عملة ندرة اعمل اللي اتنين فكر كده هتعمل ايه لحد ده أنا ما أسلم على الناس الحلوين بتاعنا بتاع البرنامج وأشكر بفريق العمل بتاعي وأتمنى إن شاء الله إنه يعني مباراة غدا ما بين الأهلي وبيراميزة تكون حلوة الناس تتبسط فيها وأشوفكم على خير بيراميز بكرة تكون حلوة ويكون الناس يعني يكون في كرة حلوة نتبسط يعني بيها بإذن الله التسعة كده خلاص بيخلصها أشوفكم أنا أكيد بإذن الله الخميس المقبل غدا التسعة موجودة مع حضراتكم بإذن الله يوم الجمعة وإن شاء الله تستمتعوا بفقرات فيها متنوعة وجديدة هسيبكوا بقى أنا مع يعني ما يفكر فيه محمد فهيم اللي بشكره جدا بتمناله التوفيق سواء في الدراما أو في تقمصه دور حلوة جدا في عملة نادرة ودور أحلى في مصرح تشالي تشابلين والكاميرا بقى معاكم أنت أستاذ كاميرا أنا بقى مشاهدة ومتفرجة يعني أقول لحضراتك أولا أنا بشكرك على الصدافة وبقول لنفسي بنراح على نفسي شوية يعني الهم تجيل ولازم أجف عند نفسي شوية وأقول لنفسي أنت مين عشان تعملك ده في الكون وفي البشر أقول للناس ما تعملوش كيف ما فعلت أخلكوا هاديين على نفسكم بعلاق يعني شارلي بقى ده وصعب شارلي شارلي هو اللي هيختم التاسعة عنه شارلي أقول لكم شكر لكم جدا أحبكم جدا مين يحميني غرج مهوري حقيقي أنا بكم ومنكم وليكم وبعمل كل حاجة علشانكم شكر جدا شكرا شارلي أو محمد فهيم تصبحوا على ألف خير ده كانت تاسعة اليوم الخميس شكرا لحضراتكم شكرا